النصر يفوذ الفيحاء في مباراة صعبة ويصبح وصيفة دوري فقبل أن نبدأ لا تنسوا لا تشاركوا بالقناة ويلا نبدأ في أول نص ساعة المباراة كانت متكافأ بين فريقين محاولات من هنا ومحاولات من هنا النصر دخل من غير محور الارتكاز وقاعد يلعب بهجوم ساحق تاليسكا وماني وكريستيانو وغريب أما الفيحاء فقاعد يلعب على أخطاء النصر الشيط الأول الأمانة كان سيئ من ناحية النصر الشيط أول سلبي بكل النواحي هجوميا ودفاعيا الفيحاء كان أفضل وصل للمرمى النصر أكثر من مرة وكانوا هما الأكثر تهديدا في الشيط الثاني النصر تحسن بالذات بعد هدف تاليسكا هذا والله الهدف فيه كمية توفيق المهم بعد هدف تاليسكا النصر ساهمت كالكورة أكثر هجماتهم صارت مرتبة موافعة شوائية زي الشيط الأول والله بس دفاع عن نصر اليوم كارتي ضد دفاع عن نصر مرة سهل وصل الحمد لله فوزنا واجبنا تاتا نقاط هم شيء تاتا نقاط في المباريات كذلك بالذات من تدخل عندك غيابات كل الغيابات مهمة وكما ورزوفيتش والأبوث سلطان الغنام الخيبة للأجامل دولة كلهم مصابين ما قدر يلعب صحيح إن الدفاع عن نصر اليوم كان كارثي وسن الدفاع عن نصر كارثي كمنظومة أما الدفاع عن نصر كأفراد مرة كويسين ترى كل الأربع مدافعين قدوا مستوى مرة طيب عبدالله مادو، عبدالله العمري، تيليس ونواف بوشل كلهم قدر مستوى ممتاز عبدالله العمري مستوى متصاعد نواف بوشل دفاعين ممتاز أليكس تيليس قدر مباراة كبيرة أمس حتى عبدالله مادو لأنه من زمان ما لاب مباراة رسمية مع ذلك قدر مستوى كبير ووتابي هو الأجمل مباراة أمس بالنسبة لي أخي ما شاء الله تبارك الله لاعب مدع وعنده ميزة الاختفاظ بالكرة لاعب رايق أولي كان ماسك خط الوسط أمس دفاعينه وجوميا ممتاز لقدم مستوى مرة كبيرة أما كريستيانه أمس مرة وكان في يومه ضيع كم كورة سهلة أمس صراحة ما هو كريستيان الذي نعرفه بس مع ذلك هو اللي صنع هدف تلسك الأول وفي وفانه والله مدري عنه أشبه كذا تحس مربوش وعنده ما فعلت كذا يتحرك كثير في الملعب يجب لك التوتر والله عموما مبروكة نصراوية ثلاثة نقاط مهمة قدامنا مبارا مهمة في يوم التلوت قدامنا الاتفاق كاس المالي إن شاء الله من التلسك وبروزيفيتش الأبور تقدر يلعبه نحتاجه مرة من بعض الاتفاق هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى الوقت أن أعجبكم لا تنسوا لايك تشاركوا بالقناة وفعل جرس التنبيهات كمان ونشروا المقطع للناس المهتمة بالدور السعودي وبناد المصر وفي أمان الله ومع السلامة